متابعي قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وفي احسن حل احد متابعينا الاعزاء لفت نظري لحاجة مهمة جدا في احدى التعليقات على بوست من البوستات الموجودة على الكميونيتي جربي جروك فور في الام ارينا طبعا جزال الله كل خير ان هو لفت نظري لدى لان انا كنت متخيلة ان استحالة جروك فور حيكون موجود على الام ارينا زي ما احنا عارفين يعني هو له بلانز وخطط غالية جدا فقلت استحالة يكون موجود ولكن فجأت ان هو موجود على الام ارينا ونازل بالفعل ولكن هل هو هذا النموذج هو نموذج جروك اللي موجود على المنصة الاصلية x.ai ولا لا هقولك من الصعب يعني ده صعب جدا يكون هو النموذج ده زي النموذج ده ليه اولا خلينا عارفين ان الموجود على الام ارينا مش حينفع ان احنا نرفع ملفات او صور عشان نقدر نحنا نحكم على تحليله للحاجات اللي فيها فيجولز او فيها حاجة مرئية يعني تاني حاجة ما تقدرش ان انت تختبر الاداء الواقعي للمهام الطويلة او الخطوات بتاعتها متعددة النموذج بيكون اصدار مخفف يعني هتلاقي جروك فور الموجود على الام ارينا هو اصدار مخفف ولكن طبعا جزال الله كل خير ان هو لفت نظري هذه الجزئية لان كمان لما دخلت على الام ارينا بقالي فترة ما دخلتش عليه لقيت ان هو الوجهة بتاعته اختلفت وبقت افضل بكتير جدا من قبل واضح ان هو يعني متعوب عليه جميل جدا عشان يطلع بيه الوجهة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي او انتوا شايفينها دلوقتي قدامكم على الشاشة بشكل عام احنا هنجرب جروك فور الموجود على الام ارينا ونشوف كده النتائج بتاعته هتديني ايه وبشكر المتابعين اللي دايما متفاعلين معايا والمتابع اللي فعلا يعني لفت نظري الموضوع النسخة حتى لو كانت المخففة اللي موجودة على الام ارينا وحنجرب النهاردة النسخة دي مع نسخة جروك سري كده ونشوف الفرق ما بين الاتنين من خلال مجموعة من الامثلة يلا بينا نشوف اول مثال مع بعض اول حاجة هعملها ان انا هروح اختار في عندك تلات اختيارات في battle وفي side by side و direct chat انا دلوقتي مش هعمل direct chat انا هخش على side by side وحبتدي من ال drop down list اختار جروك فور بتاريخ 9-7 زي ما انت شايف كده هتلاقي جروك فور بتاريخ 9-7 هيكون ظاهر معاك في ال drop down list وبالتالي تقدر ان انت تجربه فيه كمان عندك هتحط فيه ال side التاني هنستخدم جروك 3 وبالتالي هنجرب ما بين الاتنين يشوف الاداء بتاحهم هيكون عامل ازاي في التسك اللي حدهوله دلوقتي اول مثال معايا المثال هنا عبارة عن ان انا عايزايا يصمم وجهة تطبيق مستخدم يحسب الميذانية الشهرية بالHTML وCSS والجافا سكريبت المتطلبات حق للادخال الدخل الشهري تاني حاجة جدول عشان اضيف بنود المصاريف اسم البند والقيمة زر لاضافة بند جديد وزر لحسفه اظهار طلبة منه ان هو يظهر لي مجموعة المصاريف المبلغ المتبقي نسبة الادخار ولحفظ البيانات عند اعادة تحميل الصفحة اللي هو local storage يوضح لي نسبة الادخار الprogress ويصمم وجهها بشكل انيق الاهداف عايزة اختبر ايه بقى ودا الهدف منه بس حتة دي انا حيحزفها ولكن انا هنا بس حب اقواريك الهدف ان انا اختبر التفاعل والديناميكية التعامل مع التخزين المحلي اللي هو local storage وانشاء وجهة مستخدم باستخدام الـ هشيل بقى الجزء الاخير ده اللي هو الاهداف وحبتدي هنا اقدوس enter ونشوف النتيجة مع بعض هنا في terms and conditions شروط لازم توافق عليها وهنا حيبتدي يشتغل زي ما احنا شايفين الاتنين جنبا الى جنب ونشوف الفرق ما بين الاتنين طبعا البعضة حيقول لي احنا عايزين نجربه مع نموذة قوي جروك سري ما كانش قوي للأسف هنجربه دلوقتي ولكن انا حب اشوف الفرق ما بين الاتنين زي ما احنا شايفين جروك فور يشتغل على طول جروك سري لسه بيفكر يشتغل عطاني هنا ابتدى بقى جروك سري يعني يشتغل بعد تقريبا ما خلاص يعني احنا قربنا نخلص في جروك فور طبعا جروك فور اعطاني الكود على طول جروك سري عمل ايه اعطاني الكود وشرحها في الاخر طب احنا مش ما يهمناش بقى الكلام ده احنا يهمنا التنفيذ انا بس عايزي حطلي كل الكود في ملف واحد عشان اخدوا منفزهم على طول على اله تي ام ايل اونلاين فيور برضو جروك فور اشتغل بسرعة على طول زي ما انتو شايفين جروك سري لسه شغال متأخر خالص يعني زي ما انتو شايفين وفي الاخر اعطاني كيفية الاستخدام في الاخر جروك فور معطاش كيفية الاستخدام انا هروح باخد الكود على طول كده copy وحبتدي روح على اله تي ام ايل اونلاين فيور حبتدي احط الكود بتاعي حساب الميزانية الشهرية الدخل الشهري هنا الدخل الشهري بتدخل الدخل الشهري 2000 مثلا هنا تقدر تعمل تحديث بعد ما اتدخل الدخل الشهري هتبتدخل اسم البند وليكن طعام القيمة مثلا هتبقى 500 في هنا امكانية ان انت تزود القيمة وتقلل القيمة هتعمل اضافة الاسم طعام تقدر تحزف بعد كده هتبتدي ان انت تدخل البند التاني انتقالات مثلا اللي هي المواصلات يعني هتبتدي تحط قيمة وليكن 300 هتعمل اضافة هتضاف معيك ممكن تاني اسم البند مدارس القيمة 300 ايضا اضافة مع طانيش البروجرس لان انا طلوة منه انه هو يديني في الملخص البروجرس مع طهوليش هنا مثلا لو عملت تحديث لو عملت دخل الشهري هنا مثلا زودته ممكن ادخل هنا الدخل الشهري مثلا اخليه اه اه اربعة الاف مسلا وايجي اقول له تحديث فهنا يحدث لي الدخل الشهري بتاعي يحسب لي المبلغ المتبقي نسبة الادخار هنا زي ما احنا شايفين في التنفيذ مع طانيش الملخص ففينا في مشكلة في الجزء ده اخد الكود بتاع وحروح هنا تاني انفزه واضح ان انا ايه كاتبة تاكست كده في الاول ده هشيل الحتة دي كده ملهاش لازمة تحت كيفية الاستخدام خدتها كوبي معي مشكلة اشيلها بصوا بقا هنا حاسبتي ميزانية الشهرية ادخل الدخل الشهري الفين المصايف اضف بند مثلا هروح هنا مفروضة ادوس اضف بند بس مش بيشتغل يعني اضف البند في حاجة غلطة يعني انا مش شايفة انه هو شغل اصلا هروح بقا اجرب ديركت شات كده مع الاوثري ونشوف النتيجة انا كنت ممكن اجربه على شات جي بي تي الاوثري بس انا هنا حابة اجربه حتى لو النسخة المخففة موجودة على الامارينة يبقى فيه مقارنة عدلة انا هنا حط نفس الامر لعمل نفس التطبيق واشوف النتيجة بتاعة اوثري وانا هقوله قم بوضع الاكواد في ملف واحد واندوس انتر ده ضايركت شات بصو السرعة بصو اوثري والسرعة بتاعته برضو السرعة بتاعته رائعة جدا واللي همنا اهم من السرعة هو ان انا اخد الكود ونفذ الكود هاخده بس المرات يتأكد ان انا واخده كود مش واخده كله وهبتديروح على الاتش تي ام الانلاين فيور وحط الكود بتاعي وتعالى بقى انجرب هنا الدخل الشهري ريال سعودي ممكن انت تحدد له طبعا العملة ايه هي فهنا مثلا سي انا احطها 2000 كأنه 1000 ريال سعودي اضافة بند هنا مثلا ايجار القيمة 500 اضافة البند هنا بند تاني انتقالات حقول 500 اضافة البند هنا ايضا حقول طعام حقول 300 اضافة البند وزي ما انتو شايفين البروغراس تحت هنا 500 و500 و300 1300 من 2000 المتبقي 700 هنا نسبة الاضخار 35% دي النسبة اللي تبقت بعد المصاريف اللي هو 700 من 2000 نفسهم زي ما احنا شايفين اثري نفذ الموضوع بشكل جيد جدا النتيجة بتاعته رائعة علشان كده حتت بقى ان هو احسن من او ثري دي انت تحكم في الاخرية اريد اسمع رأيكم في التعليقات وقادي النتيجة بتاعت او ثري قدي ايه نفذ اللي انا طلبته زي بالظبط ما قلت له يلا بينا نشوف حاجة تانية المرة دي بقى هستخدم مثال اخر والمثال ده هبتدي ان انا هنا اعمل مقارنة ما بين جروكفور وجيميناي 2.5 برو هبتدي احط المثال بتاعي وهو عبارة عن انت مساعدة تنفيذي بالذكاء الاصطناعي عايزك تنفذ المهمة التالية ابحث عن افضل 3 نماذج ذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر تم اطلاقها عام 2025 والتي يمكن استخدامها بتحليل بيانات توليد نصوص او برمجة لخص كل نموذج من حيثه الشركة المطورة اهم الميزات نقاط القوة القيود او العيوب الترخيص ومدى سهولة استخدامه في المشاريع التجارية انشئ جدول مقارنة واضح بين هذه النماذج الثلاثة وصيغ توصية احترافية لاختبار نموذج الانسب لفريق تطوير داخلي في شركة ناشئة ويعمل بقى powerpoint او مستودة عرض تقديمي تتكون من الاتي وفي الاخر اكتب لي بريد الكتروني رسمي لمدير التنفيذ لعرض النتائج والتوصية ايه الهدف بقى والغرض من هذا المثال عاية طبعا ينفذ لجميع الخطوات بالترتيب وبشكل احترافي حتى دي مهمة جدا الغرض من المثال ان انا اختبر قوة النموذج في جمع معلومات حديثة ثاني حاجة اتحقق من قدرته على التلخيص والتحليل البيانات طبعا التفاعل معها مهام ادارية وكتابية حقيقية فهم السياق العام وتقديم حلول عملية اشيل طبعا الجزء بتاع الغرض ده ابتدي ادوس انتر ونشوف التنفيذ جروك فور جاوب اسرع وبعد كده جيمينايتو بوينت فايف زي ما انتو شايفين ولكن العبرة بالنتيجة احنا نشوف النتيجة السرعة دلوقتي ما تهمناش قوي على قد ما يهمني النتيجة الاتنين تقريبا شغلين زي بعض حاليا في السرعة يمكن كمان جيمينايتو بوينت فايف برو تقريبا خلص قبل جروك فور زي ما احنا شايفين هنا البحث عن افضل تلات نمازج هنا اعطاني التلات نمازج لما فور وتم اطلاقها في فبراير عام 2025 وميسترل نيمو وجيمينا 3 خد بالك افضل تلات نمازج مفتوحة المصدر ركز معايا في كلمة مفتوحة المصدر لما فور اعطاني الشركة المطورة وايضا كل معلومات نقاط القوة والقيود والعيوب نفس الموضوع بالنسبة لميسترل بالنسبة لجيمينا وجدول مقارنة ما بين النمازج التلاتة وتوصية احترافية والمسودة الخاصة بالعرض التقديمي الشرايح اللي أنا طلبتها هنا طبعا التنفيذ بالترتيب وبشكل احترافي زي ما احنا شايفين وهنا بريد إلكتروني رسمي للمدير التنفيذي تعال بقى نشوف جيمينايتو بوينت فايف روح عامل ايه طبعا تأول ما هتبص على جيمينايتو بوينت فايف بروح هتلاقي فيه نمازج عجبية الشكل انا مسمعتش عنها بالكتاب صراحة طيب انت هتستغرب هتقولي يعني النمازج دي ما عدتش علي انا متابع يعني ايه الحاجات دي هقولك بالضبط ايه ده ده عبارة عن محاكاة يعني ايه محاكاة يعني نموذج جيمينايتو بوينت فايف برو للأسف بيقولك بما اننا في عام 2024 هو لسه بيعتبر نفسه في عام 2024 فيبتدي يام المحاكاة مستقبلية ويفترض وجود نمازج تم اطلقها في بداية عام 2025 وبيفترض هذه النمازج وعلى اساسها بيديني الحاجات اللي انت شايفها فانا اصلا مش هبص لبقية النتيجة لان دي محاكاة حاجة مش موجودة اصلا اما بالنسبة لجروك فور فهو محدث لحد تاريخ 13 يوليو 2025 وبالتالي هقدر اعتمد على النتائج اللي هو عاطي هاري زي ما احنا شايفين وده بصراحة اللي خلاني اروح على جيميناي 2.5 برو على الواجهة الاصلية واستخدم نفس النموذج واشوف اجابته هتكون عاملة ازاي نشوف مع بعض النتيجة هتكون ايه هفعل الكنفس وحبتدي ادوس انتر تقرير حول افضل النماذج نفتوحة المصدر لعام 2025 هنا اعطاني مسترل كوين 3 وهذا النموذج ودي الشركة المطورة ومقارنة ما بين التلات نماذج والتوصية والشرائح اعتقد النموذج ده موجود بالفعل ولكن انا يهمني هنا الموضوع تحليل وتوصية بناء على توجيهاتكم تم اعادة التحليل تم اطلاق اوضح تسا بشكل كبير في عام 2025 مع تركيز على قدراتها في مجال التحليل بقى اذا انت ما تقدرش ان انت تعتمد برضو على الامارينا لانه واضح ان الموضوع مختلف تماما لو انا تعاملت مع النموذج في الامارينا وتعملت معايا في الواقع ولكن بشكل مبدئي انت ممكن تعرف الاداء بتاع النموذج عامل ازاي فهو برضو الاموذج محدود الموجود على الامارينا مش محدث لحد اخر وقت زي ما احنا شايفين الخاص بجيميناي لان جيميناي هنا على الابليكيشن اعطاني افضل نمازج زكاة ستايمة افتحت المصدر من وجهة نظر انا بس النموذج ده بالنسبة لي جديد كوان طبعا معروف مسترال معروف هذا النموذج من شركة اسمها Open Analytics Foundation معرفهاش بصراحة ولكن هو تناولها زي ما احنا شايفين وقام بالاجابة بنفس الترتيب اللي انا طلبته منه مثلا من وجهة نظري شايفها لو جيت قارنت مثلا بص لاقيه ان لما فور ما هوش اقوى حاجة ولكن نموذج مفتوح المصدر ده يحسب له عندك مسترال هو كمان شايف مستر مسترال كويس جيمة 3 كويس جربت عجباني اكتر حتى لو جيت قارنتها بجيميناي 2.5 برو هنا هنبتدي اخر مثال معانا النهاردة سايد باي سايد هستخدم جروك فور وبالنسبة سايد باي سايد وحيكون معايا هنا وثري احط الامر وهو الوانبيج ويبسايد اونلاين لرنينج بلاتفورم فيها تفاصيل كتير جدا جدا حابة اشوف تنفيذه لهذه التفاصيل وحدوث انتر جروك فور خلص قبل او ثري لكن العبرة بالاداء دايما بقول هاخد كوبي ده تنفيذ جروك فور اللي طلبته اعطهولي تعال نشوف بقى او ثري هادو كوبي او ثري الالوان والفونت الصورة اللي حاطتها بفروض انها تبقى فتنفيذه كويس والستارت كويس بوتن موجود وتقدر ان انت تقدر ان انت تجاوب كمان على الاسئلة او الكويس فيقول لك تبتدي بايه هنا شايف ان انت تبتدي بال مسترينج كونفاس فور كرييتف زيبوناء انا على ايجاباتك ان انت عايز تبني كرييتف سكيلز وفيديو بيز دي ليسونز من واحد لاثنين ساعة فده الباث بتاعك بدأ يبقى فيه انيميشن طبعا ملهاش علاقة خالص الفيديو اللي محطوط في الباكجراوند ممكن تغيره من انتهى البساطة وده بشكل سريع اختبار سريع لي جروك فور وشفناه بالمقارنة مع بعض النمازج الاخرى ولكن زي ما قلتلك ما تقدرش تعتمد على الموضوع بشكل كامل لان في الاول وفي الاخر دي كلها النمازج الموجودة على الامارينة زي ما قلتلك مش ما بتكونش up to date لحد اخر وقت وممكن تكون نمازج خفيفة ولكن احنا جربناها معكم وحب اسمع رأيكم في التعليقات زي ما عودتوني اشوفكم فيديو قادم بإذن الله على قناة InfoTech for You بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فإن تنسوش تدعمونا باللايك وشير وكومنت ولكنت بتشوفنا اول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته